في عنده مشروعين افتح يلا حساب توفير هديتين فوراً حيسلموك الكوبونات كطرانين وكل شي مضاعف رح يعضوك ربع مليون شيكل منا كل شهرين بيستنوك افتح حساب توفير كريم أو غذي حسابك بمبلغ 300 دولار أو أكثر لتحصل فوراً على هديتين ورزمة كوبونات خاصم وكمان رح تدخل السحب على الجائزة الكبرى وقيمتها 250 ألف شيكل كل شهرين البنك سلام الفلسطيني حسن الاختيار اشتركوا في القناة اعوذ بالله السمين عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه يوماً والأخوة والأخوات ورحبكم ورحبكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم برنامج يستفتونك في الدين هذا البرنامج الذي يأتيكم من خلال شاشة تلفزيون الفجر الجديد وعبر أثير فجر أفأم هذا البرنامج الذي يأتيكم دائماً طيلة شهر رمضان المبارك من يوم الأحد حتى الخميس الساعة الثانية عشرة ظهراً برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني نحن نستكبل أسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج الذي ستظهر على الشاشة بعد قليل واحد تسعة سفر ثماني وثمانين أو اثنين ستة تمانية أربعة تسعة واحد تسعة سفر ثماني وثمانين أو اثنين ستة تمانية أربعة تسعة 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 هذه الأرقام وأيضاً من خلال البث المباشر على صفحة الفجر الجديد للفيسبوك فيمكن أن تضعوا أسئلتكم التي تريدونها واستفساراتكم وما تريدون أن تعلمونه في هذا الدين لنجيبكم بقدر علمنا بإذن الله سبحانه وتعالى في ذلك والله تعالى أعلم نحن اليوم بإذن الله عندنا حقيقة في سؤال كان مهم جداً يوم أمس انتهت الحلقة ولم أستطع الإجابة عليه وطلب مرسل الإجابة السؤال أن نذكره عندنا في هذا اليوم بسأل السؤال إحدى الأخوات هي تسأل وتقول ما حكم الزوجين المتقاتلين أو المتخاصمين ودخل رمضان وهما لا يتقلمون مع بعضهم البعض يعني يا إخوة إحنا دائماً في رمضان بنقول أن الله عز وجل سبحانه وتعالى لا يرفع عمل الناس إذا كانوا متخاصمين قال أخروا قال الله عز وجل يرفع الأعمال كل يوم إثنين وخميس فإذا وجد اثنين متخاصمين قال أخروا هذين حتى يصطلحا لأن دائماً الإفساد بين الناس والفساد وهجر المسلم هذه من المعاصي التي لا ينبغي أن تكون هذه بشكل عام لا يحلوا لمسلم المريء المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرضوا هذا ويعرضوا هذا وخيرهم الذي يبدأوا بالسلام إحنا عشان هيك بدنا دائماً نوجه هذا كلام لسه مع كل المسلمين قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ويدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم هذا بالنسبة لكل المسلمين فكيف إذا كان الأمر في الزوجة لا أتصور أن نزوج مع زوجته قاعدين في نفس البيت ومتزوجين وبينهم عاقة زواج وبجوز بينهم خلفة وكذا وبالآخر بتكاتلوا على شغلي وبصيروا محاربين لبعض فترة من الزمن حقيقة يا إخوة الحياة الأسرية لابد أن ننبه أن الحياة الأسرية لا تقوم على كيف تأخذ حقك وإنما الحياة الأسرية تقوم حقيقة كيف تستوعب الآخر هذه قضية مهمة جداً لابد للناس أن يفهموا أنا علاقتي مع زوجتي وزوجتي علاقتها معي مش أنه أنا بدي أوقف له أنا بدي حقي هذا إلي وأنا بدي إياه وديري بالك تتعديش على الحقوقي مش هذا ليس هذا الزواج هذه الحياة الأسرية مش حياة في عمل ولا حياة في تجارة الحياة الأسرية قائمة أنه أنا كديش بستوعب هذه الزوجة لما أنا تخطئ في حقي أو تقصر في بعض الأشياء في بعض الأحيان بدي أتجاوز عنها وأذكر كل خيراتها ولا أنسى كل الخيرات في مقابل إساءة واحدة وفي المقابل أيضاً أنا إذا أسأت يوم كنت معصب يوم كنت مكشر يوم كنت زعلان يوم تصرف تصرف خاطئ تقدير خاطئ أسأت لهذه الزوجة أيضاً كيف تستوعبني وكيف الحياة تستمر ليس عيباً للرجل أن يذهب ليتأسف من زوجته بعض الرجال بيقول لك أنا بتأسفش وبقول الغطأ راكبه من ساسه لرأسه ليس عيباً في ذلك أنه الإنسان يذهب لزوجته وكل حقك عليه حتى أحياناً بيكون مش قضية حق قضية يعني اختلاف في وجهات النظر لو الرجل ذهب واستسمح زوجته أو لاطف زوجته والزوجة شو بدها؟ كلمة حلوة ابتسامة هدية صغيرة المرأة قد ما تقم عصب حكي لها كلمتين حلوات على طول ابتهدها هذه قضية مهمة وكذلك الرجل مرات بحاجة للمرأة كيف تستوعبه كيف تشعر برجولته كيف تشعر أنه هي ليست نداً له يعني بعض النسوان تبقى رأس بتشعر زوجها أن هي ند له فإذن هذه قضية مهمة جداً لابد للأزواج أن ينتبهوا لها فلا يقبل من زوجين في بيت أن يكونوا يعني عبانهم خصام فإذا كان الخصام كبير يعني الأصل أن يحلوا بنفسهم يعني في داخل بيتهم لا يدخلوا أحد فيه لأنه كلما دخل أحد في العلاقة الزوجية كلما اززادت سوءاً لكن إذا وصلنا لطريق مزدود مش عارفين حلها مش غلط إنه جيبوا حكماً من أهله وحكماً من أهله يدخلوهم في النص ويستشروهم وحاولوا يصلحوا ويحكموا بينهم ويتنازل الجميع حتى الحياة تستمر فيحذروا في رمضان أن يكونوا هناك خصام في البيوت نوخد التصالي هاتفي سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تيك العافية يا شيخ الله يعافيك إن شاء الله الله يتكبل منكم إن شاء الله ويجعلوا ميزان حسنات منه منك إن شاء الله الله عليك أغلبك يا شيخ بدي أسألها السؤال فضلي أنا جودي بيشتغل بإسرائيل نعم وهنا في معلمه أمرات بحكيله جيب عامله ولا جيب حدا يعني يشتغل يبكى عن المعبر متكوية مثلا 350 يوميتك هنا اللي هودي مثلا بعطي 400 450 بعطي العامل يوميته اللي الباكي بأخدهن حلال ولا حرام طلع يا أختي إذا كان هو إسمعيني خلاص سؤالك هيك آه خلاص طيب إسمعيني خلال التلفزيون أو الراضي بحسب شو تسمعي أحسنينك إذا كان هذا طبعا الصورة هي كثير بيسألونا عنها بيجي واحد يكون عندي بشغلاء بكله يجيب لي عامل فبيجي هذا الإنسان بيتفك مع هذا العامل على أنه تعال أنا بدي أدبر لك شغل وتعال اسلم هذا الشغل وأنا بدي أعطيك 350 شيكل مثلا اليهود لما يجي حاسب هذا الإنسان بحاسب اللي جاء بالعامل مش بحاسب العامل حقيقة طلع هذه الصورة إذا كان هذا الإنسان عبارة عن واسطة فقط لا يجوز له أن يأخذ من المال شيئا وإنما يجب أن يعطيه للعامل كاملا لكن إذا كان هذا الرجل عبارة عن يعني زي مقاوي العمل يعني بمعنى أنه تعهد بهذا العامل واتفق مع هذا العامل فهو يمكن أن يعطيه 350 يأخذ الباقي إله لكن في إلها نتائج هذه القصة يعني لنفرض أنه هذا اليهودي غدر فيهم وما أعطاهم المصاري هذا العامل ما إله العامل بده يسأل هذا الزلم اللي جابه أنا زلت اشتغلت اتفاقي معك 350 شيكل بدك تجيبه إذا اليهودي نصب عليك أنت حر أنت تتحمل المسؤولية إذا هذا العامل صار قصر في يوم من الأيام في عمل وأخطأ في عمل وعمل مشكلة في عمل وقدام المعلم اليهودي الأصل هذا الإنسان اللي بديه يأخذ المصاري مش العامل هو الذي يتحمل المسؤولية أمام معلمه في الموضوع يعني هو بيكون فعليا كأنه مقاول يريد أن ينجز لهذا المعلم هذا العمل فهو جاء بهذا العامل يشتغل معه وأعطاه منه هذه القضية فإحنا طبقنا هذه الصورة والعامل كان راضي وهذا الإنسان هو كان متعاخدا وكان ضامنا لكل شيء وهو الذي يعطي هذا العامل يعني العامل ما بيعرف ليه هو دي بيعرف هذا الوسيط العربي في الموضوع فهذا يجوز أن يأخذ في مثل هذه الصورة طيب نرجع نأخذ بعض الأسئلة الموجودة عندنا على صفحة الفيسبوك اللي منشور رح ننزلنا عادة نحن بننزل منشور كل فترة بنأخذ منه بعض الأسئلة بنجمعها وبنجاوبها في زكي فريد بيسأل بقول هل يجوز الصلاة والأذان قائم يعني أنا بلش أذن الله أكبر الله أكبر قبل ما ينهي الصلاة أنا بلش أصلي هل يجوز نعم نحن بنقول من شروط صحة الصلاة هو دخول وقت الصلاة والمؤذن عندما يبدأ في الأذان فيقول الله أكبر أول وحده هو فعليا دخل وقت الصلاة فيجوز للإنسان أن يبدأ صلاته لكن هو خلاف الأولى الأحسن والمستعب أن ينتظر حتى ينتهي الأذان ليش؟ ليس لأنه الصلاة غير صحيحة لا لأنه من المستحبي ومن الأفضل له أن يردد وراء المؤذن وأن يذكر دعاء نهاية الأذان ما بعد الأذان فلها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى فلا تضيعوا مثل هذا الأجر بسميحنا هذا عبادة الوقت إنه هذا الوقت هذه العبادة هو الترديد مع الأذان لأنه لا يتسع لغيره فأنا بصبت أصلي أناه بأذن قاعد بمعنى أنه أنا بضيع على حال أجر الترداد مع الأذان فإحنا بنقول يستحب له أن ينتظر حتى ينتهي الأذان لكن لو صلى مباشرة عندما قال الله أكبر فصلاته صحيحة وعشانيك إحنا بنقول لما يقول الله أكبر صلاة الفجر أذان الفجر الثاني يجوز له أن يصلي ويجب عليه أن يمتنع عن الطعام والشراء منذ أن يسمع قلمة الله أكبر في الأذان الثاني تماما طيب سؤال آخر بقول عنان بيسأل بيقول شو حكم اللي بتطلع شعرها وبتلبس ديك ومفصل جسمها مع شالي وخلخال يا إخوة يعني من أعظم العبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى اختص فيها المرأة هي موضوع الحجاب والحجاب عبارة عن عداد حسنات وماشي يعني أنا المرأة عندما تخرج من بيتها وخصوصا مثلا في هذه الأجواء الصيفية وتكون ملتزمة بشربها وملتزمة بلباسها الشرعي الذي هو فيه المواصفات هي حقيقة من لحظة خروجها من البيت إلى رحظة رجوعها إلى البيت هي عبارة عن تسير في طريق كلها عداد حسنات كل لحظة بتمر عليها وهي تلبس لأن هذا الجلباب هذا اللباس الشرعي هو عبادة فكل لحظة بتمر عليها في هذه الطريق هي عبارة عن عبادة فإذن هي متلبسة بالعبادة طيلة ما هي خارجة من بيتها وتلتزم بهذا اللباس الآن للأسف الشديد أنه يعني كثير من أخواتنا وبناتنا بلبسوا اللباس الشرعي بطريقة خاطئة يعني إحنا يعني هو مؤشر حقيقة إحنا لا ننسى وأن نقول أنه مؤشر على وجود الإيمان وجود حبها للالتزام وحب هي الشريعة لكن شو اللي بيصير أنه بيصير صراع في داخلها بين حبها للشريعة والالتزام والعفة واللباس الشرعي الساتر وبنفس الوقت حبها للزينة لأن المرأة جبلت على الزينة وأنها تظهر زينتها وأنها تلبس تلحق الموضة وتقلد الآخرين وتعرف عرفه ماشي في السوق فلذلك بيصير التقليد ومع الزمن التقليد هو اللي بيصير العرف الدارج وهو اللي بيصير الأصل والشرع هو اللي بيصير السثناء لذلك إحنا بنقول الأخت يجب أن يكون لباسها الشرعي كامل إحنا ما بنقول الجلباب هو بحث ذاته اللباس الشرعي لا لا نقول ذلك وإنما هناك مواصفات إحنا بنجيب هذه المواصفات ثلاثة أربع مواصفات بنطبقها على أي لبس أنا بدي ألبسها إذا إذا توافقت هذه المواصفات مع هذا اللباس هو بيصير بيصير هذا اللباس الشرعي من المواصفات أهمها أولا ستر كل الجسد يعني ستر العورة تماما وعورة المرأة كل جسدها إلا وجهها وكفيها فالأخت اللي بتطلع للحالك تبعها بتبين دانا هذا لا يجوز شرعا الأخت اللي بتلبس بتلبس لي هذا الحجاب الجديد هذا التقيي وبتخلي كل رقبتها نبيني هذا ليس ليس لباسا شرعيا وهي آثمة في ذلك الأخت اللي بتبقى منطلع تلي غرتها من قدام ملستها ولا مش عارف إيش ولا مبينتها هذه هذه موضة جديدة صارت بتحط الشالة عنص عنص الراس لها بتطلع الغرة هذا أيضا لا يجوز شرعا وهو فيه إثم وهذا ليس لباس شرعي إذن يجب أن يكون ساتر اثنين أن يكون فضفاضا يعني ما بصير يكون اللباس ضيق مجسم للجسد فيظهر مفاتذ المرأة ومن هون بنطلون الجينز والبلاطيني الدياك والبلوز الدياك هذه كلها لا تجوز ليست لباسا شرعيا يعني هذا الأخت تأثم وهي تطلع في هذا في هذا اللباس قول واحدا عند العلماء أيضا الأخت حتى اللي بتلبس جلباب لكن الجلباب يكون مفصل وضياك جدا بحيث يظهر مفاتذنا أيضا هذا مما لا يجوز الأمر الثالث أن لا يكون هذا اللباس يشف عن ما تحته يمكنش بخايل ببين اللي تحته وهذا غالبا يعني نادر ما حدا يلبس مثل هيك شغلة في بلادنا أيضا في هناك بعض الشروط الثانية أن لا يكونها ملفتا للنظر يعني يكون ألوانه فاقعة جدا غريبة عن المجتمع وأن لا يكون هو دليل على لباس الديني لغيرنا يعني زي اللي بلبس صليب زي اللي بلبس بلوز عليها صورة الصليب زي اللي ممكن يلبس لباس الرهيبات هذه كله لا يجوز إذن إحنا أهم شغلتين الآن يتجاوز فيهن عند الفتيات هي موضوع اللباس أن يكون ساترا لأنه صارت الأخت تكشف تتني البنطلون وتكشف إجرة من تحت عشان يتبين الخلخال إذا كان الله سبحانه وتعالى قال ولا يضربنا بأرجلهن ليعلم ما يخفينا من زينتهن يعني حتى ما يطلعش صوت الخلخال ما تنضربش بإجرها حتى ما يعرفش الواحد أن يلابسي خلخال فكيف بالتي تتني بتني البنطلون عشان يتبين الخلخال والآن يعني موضوع دارجة بالسوق صارت الآن البلاطين البرمودة هاي لنصف الساق من تحت ويكون لابسي إشرب أنا مش عارف كيف يعني يعني بيكون هذا المنظر الموجود يعني فوق حط إشرب يا أخوات ليس اللباس الشرعي تغطيط الشعر بعض النسوان أو الأخوات بتفكر لباس الشرعي نغطي شعري هذا ليس ليس هو هذا جزء من اللباس الشرعي لكن إذا أنا بدي حصل ذلك علي أن أكون ملتزما بلباسي الآن يعني أنا بدي أنصح نصيحة وأقول أنه على الأخوات حقيقة أن تنتبه لمثل اللباس الشرعي لأن هناك في محظورات كبيرة جدا أولها أن يعني زي زي ما قال الله سبحانه وتعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم هذه الأخت لما تخرج بغير لباس شرعي لا تلتزم فيه لباس ضيق لباس يظهر مفاتينها لباس مكشفة فيه عن بعض عورتها هذه تأثم وإثمها كامل لخروجها وإثمها أيضا لمن تضله يعني هي لما تلفت كل واحد بتطلع عليها بالشارع هو يأثم لكن هي أيضا تحمل إثم هذا الذي نظر إليها فتخيلوا كديش بتلم أثمه ماشي بالشارع كديش هي بتلم أثم لما تفشد بعض الشباب أو كذا هم بتحملوا مسؤولية والفسادهم يؤثم لكن هي أيضا تأثم لمثل ذلك الأمر الثاني والمهم أيضا في موضوع اللباس الشرعي أن الأخت هنا تضيع أجر عظيم من أجل زينة للدنيا هذه فتاة الدنيا تروحت عشان تلبس يعني هذا البنطال ولا تبين شعرها ولا تبين خلخالها ولا تبين حلقها هي تضيع أجر عند الله سبحانه وتعالى يعني الأصل أن نكون إحنا حكمين وعندنا عقل نحاكم مثل هذه القضايا ونوزن بينها لأ الآخر خير وأبقى بالنسبة لنا وقال المرأة التي تلتزم تلتزم بلباسها الشرعي كما أراد الله عز وجل يلبس الله عز وجل نصيفا يوم القيامة النصيف هو عبارة عن تاج النصيف للمرأة تلبس تاج قال اليكوت فيه أو هذا التاج خير من الدنيا وما فيه أنا أضيع هذا النصيف والتاج يوم القيامة عشان بس أني ألبس بانطلون فضفاضة ساترة جميلة جدا أنا ما بقول واحد يلبس بشع لكن على الأقل بالمواصفات اللي كنا فيه فضفاضين الآن وبعض التقوم حتى هي تحقق هذا ساتر لكل الجسد فضفاضة ولا تشف فهي شرعية تماما لكن أنا أروح للأمور غير شرعي بدنا ندير بالنا وحتى ما نظلنا سبب فساد وإفساد في مجتمعاتنا ما احترامي للجميع وأنا لا أشكك في النوايا ولا أشكك في الإيمان هناك بعض الأخوات حتى اللي بتلبس الشرعي أصلا بتكشف شعرها أنا بعرف بتصوم اثنين وخميس بتقوم الليل لكن عند هذه الخطوة هي ضعيفة ولم تجد من يشجعها بعض الأخوات كانت ترسل بعض الرسائل تقول يا شيخ أنا كنت أفوت على محل الجلبيب ونفسي أتحجب وأكيس ويطلع لي حلو كثير لكن ما أقدر فيه إيش بيمنعني أشلح وظني طالعة أشلح الجلباب وظني طالعة وما أشتري هي عادة بدأ الخطوة الأولى دائما لأنه متعود على شيء أن يكسر هذه العادة وأن يغير من منظره الخارجي هذا صعب حقيقة بحاجة إلى تشجيع وأنا بقول ابداي بس هي البداية أول خطوة ستجدين الأمر أسهل بكثير وليس هناك أجمل من العفة ولباس التقوى ذلك خير محمد عمر بقول هسا اللي بفطر يوم بدون عذر شو يعمل يصوم بعد رمضان يوم اللي كيف إحنا قلنا عليه أولا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى لأن التوبة التوبة خطيرة المعصية كبيرة وإفطار يوم في رمضان هذا خسارة عظيمة من أكبر الكبائر لا يكفرها إلا التوبة والتوبة أن يندم على ذلك وأن لا يعود لمثله وأن يعزم على أن يعود لمثله وأن يترك هذه المعصية الله عز وجل يغفر له وعليه أن يعيد يوما بدل هذا اليوم حمدان جوابري على البث المباشر بسأل بقول مرحبا شيخ في سؤال هل يجوز الإفطار عند سماع أذان المغرب مباشرة أو الانتظار بعد المشاهد اللي هو أشهد أن الله عز وجل محمد رسول الله لا يا أخمدان مجرد ما قال الله أكبر تفطر قال عجل الفطور بدنا نعجل الفطور مجرد ما قال الله أكبر الله أكبر في البداية زي ما بيقول على صلاة أذان الفجر الثاني مجرد ما قال الله أكبر الله أكبر بدي أمتنع عن الطعام والشرب مباشرة كذلك عندما يقول الله أكبر الله أكبر في أذان المغرب الأول يعني كلمة الله أكبر الأولى نحن يكون عندنا يمكن أن نفطر مباشرة في هذه العالة لقد ختام جميل وهي من مشاركات الفاعلات معنا دائما أشكر لها مشاركاتها دائما بتقول إنسانة سامحتها كثير وآذتني بلسانها كثيرا وعندما مرضت زرتها وحملت لها وردا وسامحتها والآن عادت وتحاول كما كل مرة التحدث معي وأنا لا أثق مطلقا ولا بمصدقية ماذا أفعل شيخنا ابقي كما أنت فعامل الناس بأخلاقك ولا تعامل الناس بأخلاقهم هكذا يجب أن يكون في أحد الأيام كان هناك في هر بس عالقة فإجا واحد بده ينقذها فكان كل ما مد إيده تمد إيده وتخربشه مرة وطنتين وثلاثة حتى أخرجها في واحد بتطلع عليهم بقول له يعني أنت شو اللي عملته هاي خرمشك هذا البس وحاولت نقذ مرتين ثلاث قال إن هذا الهر من طبيعته أن يؤذي أو أني خرمش لكن أنا من طبيعته أن يساعد الآخرين فلا أريد أن يغلب طبعا هذا الهر على طبعي أنا فلذلك هكذا إحنا يجب أن نتعامل مع الناس إنه أتعامل معهم بأخلاقي لا بأخلاقهم لا أكون ردة الفعل الإساءة أنا أكون مسيء إذا هو كذب أكون كذاب إذا هو مخادع أكون مخادع إذا هو كان يؤذي أنا أكون مؤذي لا لأنه أتعمل بأخلاقي النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة كأنك تسفهم المل عندما شكى له رحما يصلهم ويقطعوه يحلم عليهم ويجهل علي يصلح لهم ويضروه يقابل الحسن منه بالإساءة منهم فقال يعني خليك هيك سيكون من الله عز وجل معك برهان عليهم وكأنك تسفهم المل والمل هو التراب الحر فلذلك إحنا بنقول أن أختي أنت ابقي هيك لكن برضو خليك حذرة يعني أنا ما برضو بدنا نتك في الناس ثقة عمياء لكن على الأقل أن يكونوا تعامل أنا معهم تعامل جيد وتعامل ينم عن أخلاقنا الدينية وبإذن الله ودعي لها بالهداية وإن شاء الله عز وجل يعني يكون لها هداية في ذلك أم أيوب تسأل بتقول مساء الخير مساء النور جزاك الله خير الله بارك فيك بدي أسأل ما حكم صلاة المرأة في الجامع الترويح أنا رأيي هو من الأمور المستحبة للمرأة أن تذهب إلى صلاة الترويح وهذه من القضايا اللي كثير من الناس بيحتي عنها أن صلاة المرأة في بيتها خير لا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله والنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان الصحابيات في زمانه يعني يذهبن إلى المسجد وأنا بقول الآن صلاة المسجد فيها زي ما أقول تشجيع على العبادة لأن كثير من النساء أن في بيوت ما بتصلي حقيقة وإذا صلت بتصلي سريع وما بتكون خاشعة ولا كذا لكن في المسجد هي في إمام بيقرأ وفي صوت وفي سماعة أيضا في المسجد قد تسمع درسا فيفيدها في نفسها أو في بيتها أو في أسرتها أو في حياتها أو في دينها وهذه لا يمكن أن تتحصل أيضا في المسجد ممكن أن تعرف على بعض الصحبة الصالحة من النساء الصالحات اللي ممكن يحكيان مع بعض وممكن يتفاهم مع بعض ومتكون صحبة صالحة بإذن الله عز وجل فأنا من المؤيدين جدا للمرأة أن تذهب إلى المسجد لكن بشرط أن تكون بأدبها وأن لا يكون هناك فتنة في الطريق إلى المسجد محمد عوض بيسأل بقول ما حكم من يصوم ويبيت على جنابة ولم يصلي الفجر في ذلك اليوم هل الصيام صحيح هذا كثير يسأل إحنا بنقول ما ينقض الصيام الذي يبطل الصيام هو الأكل والشرب عامدا وهو الجماع أو الجماع عامدا في نهار رمضان أو إنزال المني بإرادة وقصد أيضا في نهار رمضان طبعا الاختلاف في الكفارات تاعتها يعني كفارة الجماع في رمضان هي أخطرها اللي لأنه الإنسان بده يعتق رقبه أو بده يصوم شهرين فاللي بقدرش يصوم متتابعين طبعا اللي بقدرش يصوم شهرين متتابعين بده يطعم ستي مسكين لكن أغلب الناس طبعا الشباب خصوصا لما يكونوا شباب متجوز جديد فبروح بضعف عند الشيطان لذلك النفس على سلام نهى الشباب أن يقبل حتى زوجته ليش حتى لا تكون هذه بداية فلا يملك نفسه ولا إربه فإذا به يجامع زوجته فتجب عليه الكفار يفسد صيامه وتجب عليه الكفار لكن إنزال المني أو قضاء الشهوة بالإرادة الخاصة وعن قصد في نهار رمضان هذا بغير الجماع هذا يبطل الصيام لكن عليه أن يقضي يوما أن يستغفر وأن يقضي يوما بدلا عنه وليس عليه كفارة له كفارة الجماع يعني مثل الاستمناء العاد السرية أن يلمس بشهوة هذه من الأمور نذكرها العلماء في مثل هذه القضية الآن إذا كان الإنسان قام بالجماع أو مثلا احتلم في الليل أو امرأ عنده حيض مثلا أو نفاس وفي الليل طهرت ولكنها لم تغتسل أو هذا الإنسان الذي جامع زوجته في الليل لم يغتسل صباحا وهذا الرجل الذي احتلم لم يغتسل صباحا وأذن الفجر وهو لم يغتسل وطلعت الشمس وهو لم يغتسل صيامه صحيح لكنه يأثم لضياع صلاة الفجر يأثم لضياع صلاة الفجر وتضيع الصلاة مش أهوى من تضيع الصيام فلذلك لنحضر مثل هذه القضية إنسان جامع زوجته في الليل بحاجة أن يغتسل صباحا لا يخجل يقول الله مستحمن الأولاد مستحمن البنات لا هذه القضية يجب أن تكون واضحة صحيح لا يحدث فيها أمام الأبناء لكنهم يفهمون مثل هذه القضايا والله عز وجل أحق أن يستحيا منه وأن يلتزم بشرعه إنسان لو فرضنا نام في النهار واستيقظ محتلما يعني الاحتلام هو أن يرى يعني أن يكون هناك نزول للمني أثناء النوم يعني ليس بإرادته في الموضوع ممكن أن يكون مع رؤية حلم وممكن أن يكون بدون حلم فهذا الإنسان قال صيامه صحيح لكن عليه أن يقتسل حتى يصلي فالأمر يعني ليس له ارتباط بالصوم وإنما له ارتباط في الصلاة أيضا من هذه الأسئلة التي وردت هنا لغاية الآن في عندنا سؤال أيضا موجود كان عندنا في أيام سابقة بقول إحنا مبارحة تحدثنا هذا أيضا السؤال يعني ورد كمان مرة عندنا اليوم اللي هو سؤال الشيخ الأزهري يعني إحنا مش عارف هذا يعني الشيخ ليش لهذه الدرجة ماخدين يعني ماخد كل هذا البعد الموجود فيه يا إخوة أنا برأيي أنه كثير من الناس يعني مش كثير ناس بعض الناس اللي تناقلوا مثل هذه القضية قضية هذا الشيخ كانوا مغرضين في الموضوع تعرفوا أنا بدي أنبه لقضية مهمة هناك في اتحاد صفحات موجودة في الوطن على مستوى الوطن العربي هذا اتحاد الصفحات لا يقبل فيه عضويته إلا صفحات الحد الأدنى للمتابعين لهذه الصفحات عدده مليون الحد الأدنى عدده مليون فهذه الصفحات تجتمع كلهم فكرتها هي قائمة على ضرب الدين وشاعة الفتن وشبهات حاول تعاليم هذا الدين يعني أنا بذكر من سنة سنتين قاموا بهجمه الشرسة جدا على الحجاب والآن هذا الأسف أنه بعض بعض أبنائنا وبناتنا بتناقلوا أنه قال شو الدليل على وجوب الحجاب شو الدليل من القرآن عطيني دليل من القرآن على وجوب الحجاب هذا كلام مغرد طبعا لأنه في القرآن موجود وأيضا حتى لو فرضنا أنه ليس في القرآن دليل واضح في الموضوع هذا مع أنه فيه أدلة طبعا ليس المقام الآن الذكر همكن أذكره في حلقة أخرى أيضا عندي في السنة إحنا لا نريد أن نلغي السنة بتذكر أيام ما نزلوا صورة هاي الصفحات بوقت متزامن مع بعضهم البعض بنفس التعليقات ونفس الهجوم ونفس البوستات والمنشورات وبيعملوا هاشتاغ عليها نزلوا صورة واحدة حاملة كرتوني هي اللابسة على رأسها شرب وكاتب على الكرتوني لا لفرضي أو لا لفرض الحجاب لا أريد لابنتي أن تجبر على لبس الحجاب كما أجبرت أنا عليه بس هيك واقفه وحاملة الكرتوني ما كتب عليه هذا كلام وخد غاد كلام بين الناس نفس القضية مثل هذه الفيديوهات اللي بتنتشر بيجوا بيقطعوها من مكانها ثم ينشرونها بين الناس بطريقة استهزائية فيجعلوا الناس يستهزئوا بهذا الدين انتو شفتوا التعليقات والمنشورات اللي نزلت على هذا الشيخ قدش ناس استهزئت وقدش ناس سبت وقدش ناس اعترضت وقدش ناس حكت هذا قضية علمية يا أخوة وإخوات حقيقة الآن كل مجالس الفتوى كما قلت سابقا لا تقول بأنه استخدام الشطاف عند الاستنجاء عند قضاء الحاجة أنه يبطل الصيام يعني أغلب الآن المجامع الفقهية ومجالس الفتوى لا تقول بذلك لكن هذه الفتوى موجودة عند كثير من فقهائنا قديما لأنه كانوا يرون أن هذا مدخل إلى الأمعاء والأمعاء ممكن أن تنتص هذا الماء فيستفيد منه الجسم هذا تحليلهم كان قديما الآن حتى لو كانت الفتوى خاطئة الأصل أن لا يكون هناك استهزاء بهذه الفتوى ولا هجوم على رجل الدين على هذا العالم بهذه الطريقة يعني إذا اجتهد فأخطأ أو تبنى نرى عكسه لا يكون الهجوم كأنه هجوم على الدين في مثل هذه الطريقة فعشان هيك إحنا لابد أن ننتبه آية قاسم تسأل هل يجوز أن تعطي الجدة حفيداتها المطلقة ولديها بنت سطرة إذا كانت هذه البنت المطلقة حفيداتها المطلقة ليست من نفقتها ولا تعيش معها في نفس البيت يجوز أن تعطيها هذه الفترة وخصوصا أن لديها بنت أخرى فهذا يجوز بإذن الله عز وجل وهي أولى لأنها من القرابة قراءة القرآن من الجوال بدون وضوء هل يجوز نعم يجوز في مثل هذه الحالة إحنا هيك بنكون يعني بأشرولي على موضوع إنهاء هل يجوز إعطاء الفترة لبنت البنت كلنا عنه إذا كانت هذه بنت البنت متزوجة بالذات يجوز أن تعطى في مثل هذه الحالة طيب هون هذه الأسئلة أجبنا عليها جميعا إحنا بنكون هيك اليوم تقريبا قد أنهينا هذه الحلقة وأجبنا على جميع الأسئلة الموجودة معنا لليوم هيك شايف كيف الأخت حمدان بتقول في فتوى إذا جاء ماء على فتحة الشرج هل يفطر حتى الفتوى بتقول إذا جاء الماء على فتحة الشرج وبقول لا تستخدمه بقوة بحيث يدخل الماء في داخل الجسد من فتحة الشرج هذا الكلام اللي قال الشيخ وهو اعتذر وقال هذا كان جوابا على سؤال وهذا نقاش بين العلماء فهي قضية أخرى لا يجوز أن نعطيها أكبر من حجمها والله تعالى أعلم أنا يعني اضطرني أنهي هذا الحلقة اليوم لأنه نتهى موعدنا واقترب موعد أذن الظهر إلى أن ألقاكم يوم الأحد وانتظرونا ضعوا أسئلتكم التي تحبونها وانتظرونا يوم الأحد الساعة الثانية عشرة ظهرا لنكون معكم مع حلقة جديدة من برنامج سفتونك في الدين ودائما أبدا على شاشة تلفزيون الفجر الجديد وإذاعة فجر أف أم برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني أستودعكم الله إلى ذلك الوقت وفي أمان الله أنا محدثكم الشيخ عمور منع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كريم صار كريم في اتنين يعني كريم أبو مشروع صار في عندو مشروعين افتح يلا حساب توفير هديتين فورا حيسلموك الكوبونات كترانين وكل شي مضاعف رح يعطوك ربع مليون شيكل منا كل شهرين بيستنوك افتح حساب توفير كريم أو غذي حسابك بمبلغ 300 دولار أو أكثر لتحصل فورا على هديتين ورزمة كوبونات خاصم وكمان رح تدخل السحب على الجائزة الكبرى وقيمتها 250 ألف شيكل كل شهرين البنك الإسلام الفلسطيني حسن الاختيار